مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب الحرب في طبيعتها شر ففي الحرب العالمية الأولى قتل أكتر من تسعة وتلاتين مليون شخص تلاتين مليون منهم كانوا من الناس الأبرياء المواطنين العاديين حرب العالمية الثانية قتل فيها أكتر من واحد واربعين مليون شخص أربعة وتلاتين منهم كانوا من المواطنين العاديين من نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وحتى هذه السنة هم نتكلم على سبعين سنة خلال السبعين سنة دي مر العالم في أكتر من متين خمسة وتمانين حرب وسراعة كان نتيجتها موت الملايين والملايين وخراب بلاد وضمار مدن وتشتيت لأهل البلاد نفسها وتيتم وترمل الحرب العالم السنة اللي فاتت صرف أكتر من اتنين و اتنين تريليون 2.2 يعني على بس التسليح تريليون انا مش بكلم على بليونز انا بكلم على تريليونز أكتر من اتنين تريليون العالم صرفها مجرد بس على التسليح ونرى ان الحرب من حولنا من كل جانب فلماذا يحارب الانسان؟ أليس التعليم الكتاب المقدس تتعارض مع فكرة الحرب؟ أليس التعليم رب المقد يسوع المسيح نفسه تتعارض مع فكرة الحرب؟ التعليم التي فيها قال أحب أعدائكم باركوا لعنيكم وأحسنوا إلى مبغديكم ولا تقوم الشر بل اغلبنا الشر بالخير هل يمكن للمسيحي أن يشترك في الجيش ويحمل سلاح ويحارب بهذا السلاح ويقتل به الأعداء؟ كيف يمكننا أن نفهم الحرب في ضوء الكتاب المقدس؟ وعش كده الموضوع ده موضوع مهم جدا لأنه بيتعلق بما نطلق عليه الأخلاق المسيحية أو كريسيان إيثيكس اللي بيتعلق بكيف يتصرف الإنسان مع القضايا التي تحيد به زي مثلا الإجهاد زي الاكتئاب زي الانتحار زي قضية شواز الجنسي زي قضايا تغيير الجندر أو الجنس تحول الجنسي كل هذه قضايا لابد أن يكون للكتاب المقدس رأي فيها فما هو رأي الكتاب المقدس فيما يتعلق بالحرب؟ لكن أبل ما أكلم عن هذا الموضوع العنوان بتاع حلقتنا هو الحرب هل المسيحية تنادي بالحرب والعنف؟ هل المسيحية تنادي بالحرب والعنف؟ أحد الفلاسفة روبرت كلوز كتب عبارة عجبتني جداً بتلخص لنا فعلاً مأساة الحرب بيقول لنا إيه؟ بيقول توجد شرور أسوأ من الحرب فيه شرور كثيرة نعتبرها أسوأ من الحرب لكن الحرب تأتي بهم جميعاً بكل الشرور يعني القتل الدمار إصابة الأبرياء دمار المستشفيات دمار البنية الأساسية الجوع المجاعة اللي ممكن تصيب البلد نتيجة الحرب الحصار التيتم الترمل يعني موت الشباب في عز شبابهم كل هذه الدمار الإبتصادي الدمار النفسي اللي ممكن يأتي على الناس كل هذه شرور لكن هذه الشرور تأتي بهم الحرب كلهم مع بعض ويمكن أكتر سورة نقدر نحن نشوفها هي ما يحدث سواء في أوكرانيا أو ما يحدث أيضاً اليوم في قطاع غزة الحرب تأتي بهم جميعاً لأجل هذا الحكيم لا يطلب حرباً والإنسان العاقل يسعى نحو السلام لكن الحرب تأتي بشرور كثيرة وطبعاً هناك من يستفيدون من الحرب بصورة أو بأخرى يستفيدون من بيعهم للأسلحة بمليارات الدولارات يستفيدون من دمار بلد لإعادة إعمارها مرة تانية وصرف عليها يستفيدون بصورة شخصية من الدمار اللي ممكن يحدث لمدينة في ناس بتستفيد من الحرب وفي ناس تسعى نحو الحرب لأنه في الحروب بتبقى مكاسبهم وفي بلاد بتسعى نحو إقامة حروب لأنها بتنتج أسلحات تبيعها بأضعاف يعني أسعارها العادية كل هذه بنرى من حولنا لكن كيف ننظر إلى الحرب خلينا نحط بعض الأساسيات الأساسيات المهمة اللي تساعدنا على فهمنا الكتابي لموضوع الحرب أول حاجة الإنسان مخلوق على سورة الله وشبهه هو الكائن المميز عند الله هو الكائن الذي يعتبر تاج الخليقة ولما نقول مخلوق على سورة الله نحن لا نقصد بها أبدا هناك تشبيه جسدي أبدا لأن الله روح إنما الإنسان هو الكائن العاقل المفكر الذي يتواصل الإنسان الذي يعني يسعى للشركة الإنسان المخلوق على البر والتقوى كل هذه الأمور تعتبر مجتملة معا على شبه الله وقال الله نعم الإنسان على سورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على سورته على سورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم الإنسان الإنسان كإنسان بعيدا عن انتماء الديني بعيدا عن لونه بعيدا عن مستواء الثقافي بعيدا عن مستواء المادية الإنسان كإنسان موضع اهتمام وهو الذي خلقه الرب وأوجده كتاج للخليقة عشان كده سافك دم الإنسان بالإنسان تسفك دمه الله قال هذا الموضوع بتكوين تسعة ليه؟ لأن الإنسان هو تاج الخليقة تاج الخليقة الإنسان له مكانة كبيرة عند الله بدأ الصراع ما بين الإنسان وأخيه الإنسان وتطور طبعا ليشمل الصراع ما بين الشعوب والأمم بدأ بعد السقوط عندما قام قيين على أخيه وقتله وذا كانت أول حرب أول صراع أول جريمة أتل تحدث في التاريخ البشر حصلت إمتى؟ لما الإنسان خرج بر الجنة لما الإنسان فقد الشركة مع الله لما الإنسان صار أناني لا يفكر إلا في ذاته ومصلحته الشخصية لما الإنسان حط مصلحته فوق مصلحة أخيه لما الإنسان أحب نفسه أكتر من محبته لقريبه صار هناك الاختلاف وصار هناك الصراع هذا الصراع صراع شخصي تحول فيما بعد إلى صراع قبائلي تحول فيما بعد إلى صراع شعوب وممالك معه لكن الحقيقة اللي بيأهلنا الكتاب المؤدس إن الله عندما خلق الإنسان لم يكن في هذا الإنسان الذي خلق الله عيب أو خطأ لكن العيب والتشوه والأنانية ومحبة الذات والرغبة في الانتقام جاءت كلها نتيجة سقوط الإنسان وانفصاله عن الله عشان كده دم الإنسان البريء بيصرخ إلى الله يطلب عدالة السماء كل دم بريء بيصرخ إلى الله وكل دم بريء انطالت أو انقصرت انطالت أو انقصرت حتى دم القدسين في سفر الرؤية الذين قتلوا تقول رب إلى متى لأن هناك دينون إلهية دائما على من يسفك دما بريء عن قصد عشان كده كتاب يقول لنا أنه الدم البريء ينجس الأرض ينجسها سفك الدماء ينجس الأرض ومن كثرة سفك الدماء الأرض نفسها تقذف سكانها يعني يعني بيجي وقت لشعب من الشعوب من قصرة سفك الدماء ييجي وقت دينون اطلع للدرجة انه الله يزحهم من على الأرض يشلهم من على الأرض ينهيهم وده بالزبط اللي حصل في الشعوب السبعة اللي رب حكم عليهم بالهلاك بعد أن أعطاهم فرص كثيرة جدا وقال رب الإبراهيم في تكوين 15 إنه إبراهيم إنه نسلك هينزل متغرب في أرض غريبة لكن بعد 400 سنة أنا سوف أخرجهم من هذه الأرض طب ليه بعد 400 سنة لأن زنب الأموريين لم يكن قد كاملة بعد بمعنى إنه الشعوب اللي سكن في كانعين رب هينتظر عليها مئات السنين لكي ما تتوب لكن إن لم تتوب الرب هيشيلها من على الأرض قد تكون دينونة الله بتفان يأتي ويشيل الناس من على الأرض زي ما حصل أيام نوح أو قد يكون بنار وكبريت تأتي من السماء فتمح المدينة بكل ما فيها نتيجة الشرور زي ما حصل مع سدوم وعمورة وقد يستخدم الله شعب لشعب زي ما استخدم الله أشور لعقاب إسرائيل وزي ما استخدم الله مرة يا بابل لعقاب إسرائيل لكن سفك الدم مكرهة عند الرب مكرهة عند الرب طيب يقول لنا جون ستوت في كتابه المسيحية والقضايا المعاصرة ومترجم إلى اللغة العربية هذا الكتاب الجميع بيقول جميع المسيحيين يؤكدون أن ملكوت الله الذي دشنه يسوع هو حكم الله الذي يسود فيه السلام والعدل وأن يسوع نفسه جسد تماما في سلوكه الشخصي الملكوت الذي نادى به وأن جماعة الملكوت ينبغي أن تجوع إلى البر وتتبع السلام وتصبر على الانتقام وتحب الأعداء بعبارة أخرى يجب أن يكون الصليب سمتها المميزة سمت جماعة المؤمنين أدباع يسوع المسيح هو الصليب إنكار النفس وضع ذات لأجل الآخرين أننا كمسيحيين ملتزمون في المقام الأول بالسلام والبر التزامنا الأول كإنسان مسيحي يتبع يسوع المسيح هو التزام أساسه السلام والبر عايزين بقى نفهم بعض الأمور عشان كده نتكلم عن الحرب من منظور مسيحي الكلام اللي بتقال في البرنامج ده مش هتلاقيه في مكان آخر لأن احنا بنتكلم على قضايا كتابية بنصارع معاها كمؤمنين في قضايا كتابية بنصارع معاها في قضايا فيها أرى مختلفة كثيرة يعني كلنا نتفق كمؤمنين على قضية الإجهاد مثلا فمعروفة أنه قتل النفس ده يعني حتى لو كان ده لم يولد بعد لكن ده قتل نفس لكن فيه أضايا أخرى سلوكية مسيحية بنتعرض لها زي مثلا موضوع الحرب النووية ده لازم يكون لنا رأي كمسيحيين لازم يكون عندنا تصور أنه لهذا الموضوع بأبعاد المختلفة قد يكون التصور اللي احنا بنقوله أو ان احنا مقتنعين به مش هيأثر على قادة السياسيين اللي بيصنعوا القرار لكن على الأقل كمؤمنين لازم يبقى عندنا فكر وعش كده موضوع الحرب كلنا منشغلين به هذه الأيام وبالأخص الحرب في غزة وتطورتها اللي احنا مش عارفين هتوصل إلى ايه وحنا بنصلي لأجل سلام ونصلي انه هذه الحرب لا تقود المنطقة إلى الى الى نار تأكل وتدوس كل ما فيها او تقود العالم الى حرب عالمية ثالثة نحن نسعى لسلام ونطلب السلام ونطيع قول الرب يسوع الذي قال توبى لصانع السلام لانهم اولاد الله يدعون فمنجي نتكلم عن الحرب من منظور مسيحي هذا الموضوع زي ما قلت مش هتلاقيه مثلا فيه كتاب عقائدي لان الكتاب العقائدي هيكلمك عن ايماننا في شخص الله القاب في الكتاب المؤدس في الابن في الروح القدس في الكنيسة الى اخره لكن هنلاقيه فيه كتاب بيناقش السلوكيات والاخلاقيات المسيحية اي كتاب بيتكلم عن علم الاخلاق المسيحي هتلاقيه بيتعرض لموضوع الحرب بينقشه زي ما قلت كتاب جون ستوت بتاع المسيحية والقضايا المعاصرة ده واحد منهم موجود بالعربي لكن كتب كثيرة بالانجليش موجودة تحت هذا العنوان على الكريسيان ايتيكس عش كده بيهتم بالاجابة على سؤال مهم هذا السؤال المهم كيف لي كمسيحي انظر الى الحرب والاجابة على هذا السؤال على مدار تاريخ المسيحية توجد تلات مدارس تلات مدارس تلات افكار اساسية متعلقة بعلاقة المسيحي بالحرب كويس وانا هقدم التلات مدارس بكل ما يتعلق منه بهم يعني وطبعا الانسان حر انه يختار ما يرد ما يرد بيه ضمير وإيمانه وما تماشى مع الفكر الكتابي في هذا الأمر زي ما قلت المسيحي لا يطلب أبدا الحرب بل يسعى دائما إلى السلام على المستوى الشخصي باستمرار لابد أن يسعى للسلام وعلى المستوى الجماعي لابد أيضا أن يسعى دائما للسلام بايس إيه هي بقى التلات نظريات دول التلات نظريات المتعلقين بالمسيحي والحرب هو أول نظرية منهم هي النظرية بنسميها الاكتفزم اكتفزم يعني إنه إنسان يتفاعل ويشترك ونشط في موضوع الحرب جدا في ناس عندها هذا الفكر ويكلم عن هذا الفكر إنه أي حرب تقوم بها البلد من غير مسأل مدام في حكومة وهذه الحكومة يعني الرب هو الذي أقام الحكومات فعندما تقرر الحكومة دخولها حرب أنا معاها قلبا وقالبا وأكلم عن النظرية دي باستفادة النظرية التالتة قبل ما أكلم عن التانية النظرية التالتة هي النظرية اللاعنف اللي هي انه شخص لا عنف يعني لا يقاوم ان احنا كمسحيين لابد أن نسلك دائما دائما في حياتنا كأشخاص وأيضا في مجتمعاتنا كمجتمعات لابد أن نسلك طريق اللاعنف أما نظرية رقم اتنين فهي نظرية بتنادي بحاجة بنسميها الحرب العادلة just war حرب عادلة مبررة حرب مبررة فإيه بقى فكرة كل نظرية من دول وبتنادي بإيه وإيه الأساس الكتابي ليها ده اللي احنا نحاول نشوف عشان نكون يعني عبر الكتاب دائما بيقدم بيقدم الحقائق الكتابية وبيساعد يعني لما راح بيدرس الموضوع ده بيساعده على تكوين فكر إنه يبقى عارف إيه الفكر الكتابي وإيه المدارس الفكرية اللي موجودة الكتابية اللي موجودة على مدار تاريخ الكنيسة وقد تتفق مع واحدة أو قد ترفض واحدة أو اثنين أو ترفض التلاتة لكن على الأقل يبقى عندنا تصور تصور المنظور الشامل اللي ساعدنا على السلوك لأنه لأنه ممكن تقول أنا لا يمكن أبدا إن أنا أشترك في حرب أو أدخل جيش لكن ممكن أقوم كدور كمواطن إن أنا أشترك في معالجة المرضى في الجيش أشترك في الأعمال اللوجستية الخاصة بالأمور الأخرى المتعلقة لكن أنا ما ينفعش أحمل سلاح طبعا إحنا في بلادنا العربية إنت أوقات كتير ما يبقاش عندك اختيار إيه دي المنطمة الكبرى إنه دخولك الجيش ده فرد عليك لكن أكلم حتى يعني على أمريكا أو البلاد الغربية الدخول الجيش ده بيبقى نوع من التطوع فالاقتناء فالاقتناء اللي عندك ممكن يساعدك على أن أنت تاخد القرار الصح في هذا الأمر النظرية الفعلة أو الناشطة بتقول إيه ينادي أصحاب هذا التوجه بأن المسيحي لابد أن يعضد ويؤيد العمل العسكري في كل مرة تدخل فيها بلد الحرب من غير نقاش لا تسأل عن شيء كويس دخل البلد الحرب أنا معاها كويس حرب مبررة حرب مش مبررة أنا 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 معاها كويس الحكومات بيقتنعوا أن الحكومات معينة من الله وده تأكيد ولهذا فالمواطن المسيحي لابد أن يكون خادل الحكومة وللقادة السياسيين هم بيعرفوا أكتر مني هم بيفهموا أكتر مني هم عندهم كل الداة وكل المخابرات بتاعتهم اللي بتديهم أنه ياخدوا قرار صح وأنا معاهم أنا مش لازم أعرف على أي أساس خدوا هذا القرار لكن أنا معاهم قلبا وقالبا بما أن قرار الحرب الذي تتخذ الحكومة مؤسس على تبريرات واقتناعات مهمة فلابد أن تؤيدوا لأشخاص دول ما بيسألوش أسئلة أشخاص دول مش بيسألوا أسئلة ولا ولا يسألوا الحكومات بتاعتهم أسئلة كويس أنا معاك رئيس أنا معاك رئيس ده على طول مبدأهم المشكلة التي تمثل تحدي لهذا الفكر أنه آه البلد بتاعتهم بتقدم تبرير كل بلد لازم تقدم تبرير حتى لو حرب ظالمة بس ده لازم تقدم تبرير كويس المشكلة أنه أوقات كتيرة أنه الحرب البلد اللي بتحارب والبلد اللي بتحاربني كل واحدة منهم بتقدم تبريرات لحربها فأي حرب تعتبر فيهم مبررة أو عادلة لكن هما منهمش علاقة مدام البلد قالت إحنا مع البلد طاعة الحكومة ينتج عن عدم طاعة الحكومة ينتج عنها فوضى تكون نتيجتها أسوأ من دخول الحرب فإحنا هندخل الحرب وهنطيع الحكومة ده دي المدرسة الأول طب أخذ مدخلة وأرجع أكمل مع حضرتكم آلو آلو أخ أشرف أهلاً أهلاً أختي فريان أهلاً بيك سلام منعمة المتحدة سلام أهلاً وسهلاً بيك كيفك اليوم شيق جداً الموضوع كالعادة والرب يباركك شكراً لك وإحنا طبعاً نستمر بالصلاة أمين ومن أجل الإسرائيليين ومن أجل الأخوة الفلسطينين يعني نحن نحب الجميع وإله نحبه يحب الجميع وجاء من أجل خلاص الجميع أخي العزيز ذكرت خبرتك بالبداية عن العهد القديم الحرب أو القتل مثل ما تفضلت أنه القتل في العهد القديم هو حدث تاريخي وليس تشريع نشكر الرأب متشريع عندنا في المسيحية القتل أو الحرب وكان هو حدث في زمان معين ومكان محدد بالزبت بالزبت لكن الرب يسوع المسيح له كل المسيح اللي هو الرئيس السلام وملك السلام قال بسمه الطاهر سلاماً أترك لكم سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب إلهنا إله سلام وهو رب السلام وهو معطي السلام وفي مزمور 29 عدد داعش يقول الوحي الإلهي الرب يعطي أزن لشعبه الرب يبارك شعبه بالسلام امتى يباركه وانتى يعرف السلام لمن يعرف رئيس السلام لمن يعرف الرب يسوع المسيح الرب يسوع المسيح على الصليب صالحنا صالحنا مع الله أعطانا سلام إحنا بين أسنا ومع الله وصالحنا مع الآخرين وصالحنا مع نفسنا أصبح عندنا سلام مع الله ومع الآخرين ومع نفسنا صحة فأنا أصلي من كل قلبي ومن كل قلبي بعمق قلبي وبإيمان من الرب يسوع أن يعرفون الإله الحقيقي إلى رب السلام متما عرفوه وآمنوا بفداؤه حيعرفون ما معنى السلام والأقل تنتهي ما أقول تنتهي الحروب لأن الشر موجود وإلى هذا الدهر قد أعمى عيون غير المؤمنين لكن علقا للفرد الإنسان هو سيكون عنده سلام مع الله ومع الآخرين مع نفسه وبالأخير نال الحياة الأبدية وصلني بكل قلبي باسم الرب يستوى وأشكرك والرب يبارككم الخدام في قناة الحياة اللي أنا أعرف قلبكم دائما متقل بالصلاة من أجل الآخرين حضرتك والأخت الحبيبة أماني والخدام الآخرين ربي بارككم ويحفظكم شكرا لك يعني فعلا اللي بيحصل المفروض اللي بيحصل يقود الناس إلى إلى ربنا يقودهم للرب سواء اليهود كلم على اليهود لأنه حضراتكم أي واحد يقرأ عن اليهود يعرف أنه للأسف الغالبية العظمة يعني يعتبروا أثيست أو ملحدين يعني عدد كبير منهم وعدد آخر يعتبروا أورتوكس يعني متمسكين بالتقاليد والنموس إلى آخره لكن ما يحدث يقود الإنسان إلى معرفة الله الحقيقة أنه يعرف أنه لا يوجد إلا شخص الله لا يستطيع أن يغير قلبه وفكره ويستطيع أن ينقزه مما هو فيه وده نفس الأشياء أيضا للإخوة المسلمين أنه العنف دايما بيولد عنف والضغط بيولد ضغط والحرب إذا الإنسان يعني سعى نحوها عمرها ما هتتركه بالعكس ده هتغضب الأحضان لأنها نوية تدمر لأنه رئيس هذا العالم هو الذي يقتل ويسفك ويسبح ويهلك أما المسيح فيعطي حياة إحنا كلنا بنصلي في قناة الحياة وملايين آخرين حول العالم بيصالوا أنه رب يفتقد الشعبين يفتقد اليهود ليعرفوا المسيح رئيس السلام ويفتقد إخواتنا الفلسطين اللي عرفوا المسيح معطي الحياة وهنا يقدر يعيش اليهودي مع الفلسطيني لأنه الاثنين هيكون لهم جنسية واحدة وهي جنسية سماوية طيب النظرية الأولى زي ما قلت في الحرب أنه إحنا في الحرب إحنا داخلين أي حرب يعني المسيحي من غير ما يسأل يشترك في الحرب ويروح الحرب ويحارب في الجيش ويبدع في الأسلحة ويطور فيها يعني مدام الحكومة معينة من الله الحكومات معينة من الله وإحنا 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 مطالبين بطاعتنا للحكومة فإحنا قلبا وقالبا مع الحكومة بايس ده الاتجاه الأول الاتجاه ده أول ملهوش كتير قوي من التابعي يعني أعتقد المسيحيين الإسميين أكتر يعني في هذا الإطار من المسيحيين الحقيقيين لأن المسيح الحقيقي دايما يطرح أسئلة ودايما ضميره يقز صاحي ودايما يعني يفكر اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط اللي أنا بعمله ده يتماشى مع كلمة الله ولا لا يتماشى مع كلمة الله بايس الاتجاه الثالث قبل ما أخذ الاتجاه التاني الاتجاه الأولاني إحنا مع الحرب بايس الاتجاه التاني هو اتجاه عكسي اتجاه العنف يعني 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 180 درجة اختلاف ده اقصى اليمين وده اقصى الشمال والاتجاه دوا اتجاه العنف بيبنى على انا بكلم هنا مش بكلم على الاشخاص وحقوقهم الشخصية ده موضوع مختلف خالص انا بكلم على مؤمن مسيحي عايش في بلد وهذه البلد لها جيش وهذا الجيش قرر ان يدخل حرب احنا بعيد عن الحقوق الشخصية لان الحقوق الشخصية دي لها موضوعات كثيرة جدا ومرتبطة بتعاليم المسيح مهمة جدا لنا ان احنا نعرفها لكن انا بكلم دلوقتي على الحرب اللي بتقوم اللي ما بتكون ما بين جيوش وما بين بلاد هذا الجروب من الناس هذا الجروب وانا اؤمن ان الجروب ده يعني من الناس جاد ويعني في تفكيره هو لا يريد ان يكسر اي نعم الوصاية الخاصة والمتعلقة بتعاليم المسيح فمثلا بيتخذوا من تعاليم رب يسوع منطلق لالتزام باللاعنف ينبغي كمؤمن ان انت ما تخشش الجيش دي التعاليم بتاعته ينبغي كمؤمن ان انت ما تخشش الجيش وعشان كده ينبغي ان لا نقوم الشر بل كما قال رب يسوع ان نحب اعداءنا ونبارك لعيننا ونصل الاجل ايه متهدين انا بكلم هنا على على الدخول الجيش على الاشتراك في حرب رب يسوع هناك بيكلم على على التوجهك الشخصي حقوقك الشخصية حقوقك الشخصية ان انت يعني في علاقتك مع اعداءك كشخص مؤمن مسيحي ان انت تحب اعداءك وتبارك لعينيك وتصل الاجل متهديك لكن هم بياخدوها يطبقوها على فكرة الاندمام للجيش انا بكلم على على طواف معروفة في الغرب بكلم على انا بابتست بكلم على الاخوة مش المرحبين الاخوة البلاميس يعني بكلم على المينونايت ويعمل دي الطايفة الكبيرة كمان في كندا كويس اللي بتنادي بهذا التوجه انه يمكن عشان كده كندا من الناحية العسكرية لا تقارن مسلا بامريكا لانه التوجه العام عند هذه الطايفة الكبيرة انه المسيحي لا ينبغي ان يدخل الجيش ويمكن معظم الجيش بتاع كندا هو لحفظ السلام يعني مش 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 جيش كومبانت كومبانت يعني او جيش محارب يعني اكتر يعني لحروب عسكرية لكنه لحفظ السلام هما دا اقتناعهم ونحن لا لن ندين اقتناعهم نحن لن ندين قبل احد احنا انا هنا بقول الاقتناع بتاعهم والاقتناع دوا نظرتهم للامور هي اللي بتأثر على سلوكياتهم عشان كده ما بيحبوش يروحوا الجيش ما بيحبوش يا ندمجوا في الحروب العسكرية ما يحبوش فكرة التسلح ما يحبوش فكرة تطور السلاح ما يحبوهاش جماعة دي كويس طبعا القامش وغير القامش وكل الجماعة اللي يمكن عايشين في الغرب اكتر يقدروا يعرفوه يعش كده بياخدوا كمان مش بس من تعليم المسيح لكن من سلوكيات المسيح حياة المسيح شخص في شخصهم لم يقوم ابدا المسيح لم يقوم الخيانة لم يقوم الاعتقال وحتى اثناء محاكمته حتى اثناء تساق الى الزبح بل اكتر من كده المسيح صلى لاجل الذين صلبوه فبالتالي انا كمسيحي يعني هما بيقولوا كده انا كمسيحي ما ينفعش احمل سلاح ما ينفعش ادخل الجيش ما ينفعش ان انا اقتل عدو ويس تعليم المسيح وحياة المسيح تلزمنا بعدم مقاومة الشر بل نغلب الشر بالخير فهذا هو طريق الصليب الذي يدعون اليه المسيح هما ده توجهم كويس اه 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 انه انه الجماعة دي يمكن الغالبية العظمى منهم في كندا بس الجماعة دي تشكر ربنا انه حدودها امريكا كويس لو حدودها بلد غير امريكا لو بلد اسلامية كانت تكلت من زمان كانت تكلت من زمان بيس لانه هما هما مقتنعين بهذا الامر وانا قلت انه لا ندين ابدا اقتناعتهم دي اقتناعتهم الشخصية والرب يبريكهم باقتناعتهم هما بيفسروا النص الكتابي وتعليم المسيح بأي ذا شكل كمان بيأكدوا على انهم الكنيسة خلال القرنين الاولانين كويس اه ما كانتش بتشجع حد يدخل الجيش والمؤمنين الاوائل ما كانوش بيتسروا عشان يخشوا الجيش وينضموا مع الرومان طبعا هناك اسباب اخرى كثيرة اسباب لانه الجيش كان يعني معظم ممارساته ايضا كانت وثنية مرتبطة بآلهة وثنية وانتماءهم للقيصر كالله الى اخر فالمؤمنين الاوائل ما كانوش بيخشوا الجيش لأجل هذا الهدف يعني لكن لكن النهاردة انا ما عنديش هذا الامر لكن هو ده اقتناعهم ان المؤمنين الاوائل كانوا ينفضوا الانخراط في الجيش طول قرنين من الزمان ده دول المدرستين اللي احنا بنقول عليهم ايه الاكستريمز واحدة انا داخل الحرب داخل الحرب التانية انا عمري ما هدخل الحرب واحد انا اشيل سلاح مهما كان وطوره التانية انا عمري ما هشيل سلاح ولا ولا حتى اشترك في تطوير السلاح دول مدرستين اه وعلى فكر اه وعلى فكر زي ما قلت اه ليهم ليهم اتبعهم وليهم المقتنعين بهم لكن لكن الغالبية العظمى الغالبية العظمى من ايام اغسطينوس وبعدين الاصلاح وبعدين دخلنا في اه تأثير الاصلاح على الفكر الغربي وامريكا وإلى آخره الغالبية العظمى النهاردة بتقتنع بالمدرسة اللي هي اللي في النص اللي هي بيسميها الحرب العادلة اللي هي just war الحرب العادلة حرب العادلة اه دي مهمة جدا ان احنا نفهمها لانها بتساعدنا ان احنا نفهم اه دورنا كمسيحيين يعني انا ابني اه يدخل الجيش ولا مدخلش الجيش الجيش فلانتير يدخل الجيش ولا هو اقتناعته ايه اه اذا حصلت اه مأساة لامريكا اه مثلا كمواطن امريكي اه يدخل حرب ولا مدخلش الحرب كويس يحمل سلاح ولا محملش سلاح دي كلها اه اقتناعات مهمة جدا فايه بقى النظرية دي النظرية دي بتنادي بالقاتي بتقول يمكن يمكن للمسيحي ان يشترك في الحرب اذا كانت الحرب حرب عادلة حرب عادلة بمعنى حرب مبررة ليها تبرير وليها ليها تبرير اخلاقي احنا هنا بتكلم على التبرير الاخلاقي لان دي سلوكيات كويس القتل دخلك الحرب حملك للسلاح دي كلها محتاجة الى اجابة مسيحية متعلقة بالاخلاق المسيحية فيمكن للمسيح ان يدخل الحرب اذا كانت هذا الحرب حرب عادلة كويس لكن خلينا نقف شوية ونقول طيب اوكي ما ما هي الحرب العادلة يعني اللي يخلي حرب عادلة وحرب غير عادلة او خلينا اطرح سؤال بطريقة ما هي المعايير الكريتيريا كويس اللي على اساسها بقرر انه دي حرب عادلة او دي حرب مش عادلة وبالتالي على اساس المعايير دي اقدر ادخل حرب ولا ما ادخلش الحرب اقدر احمل سلاح ولا ما احملش سلاح كويس فايه هي المعايير للحرب العادلة الحرب العادلة فيه ثلاث معايير محطوطين لها اساسيين يعني دول اللي بيجمعوا كل الامور الاخرى تحتهم كويس المعايير الاول مرتبط بالسبب ليه احنا هنحارب انا بكلم هنا مش على اشخاص انا بكلم على بلد وانا لان انا مواطن في هذه البلد فانا جزء من هذا القرار ليه احنا هنحارب ايه الغرض او السبب اللي من اجله هنحارب ده مهم جدا ده سؤال هو مربض الفرس ده ما احنا بنقول اللي الضمير المسيحي بيسأله قبل ما يعطي رأي انه هيروح الحرب دي ولا ما يروحش الحرب دي ويس الحاجة التانية مسلك الحرب كيف هنعمل ايه في الحرب يعني ايه سلوكياتنا جوه الحرب ايه سلوكياتنا كجيش جوه الحرب هل معنى ان احنا دخلنا الحرب يبقى استخدم كل ما هو من اسلحة امتلكه يعني كل ما امتلكه من اسلحة حتى ولو اسلحة كيموية اسلحة بيولوجية اسلحة نووية ولا ولا اعمل ايه ايه السلوكيات بتاعتنا كيف نسلك كيف نسلك نحو المحاربين وكيف نسلك نحو الابرياء اللي هما عامة الشعب اللي احنا بنحربه والسؤال التالت متعلق بنهاية الحرب لان الحرب العديلة لا يمكن ابدا ان تكون عديلة اذا انتهت بالهزيمة ويس لكن كيف تنتهي الحرب ده امر مهم جدا في عجالة في عجالة هقول لحضراتكم ايه هي اللي بيجعل الحرب من حيث الاسباب مبررة حسب هذه المدرسة اللي اعتقد غالبية المسيحيين سواء الكاثوليك او حتى الارتودوكس او حتى الانجليين مقتنعين بهذه المدرسة يمكن الاسم المدرسة يختلف لكن على الاقل نحن نتحدث عن نفس الموضوع كويس ايه اللي يجعل الحرب من حيث الاسباب عادلة ومبررة كويس اول حاجة الدفاع عن النفس الدفاع عن النفس انه انا انا كمواطن في هذه البلد انا مطالب زي ما انا مطالب بولاء الكامل للرب انا مطالب ايضا بالدفاع عن هذه هذه البلد لو انا جزء من هذه البلد فالدفاع عنها يعتبر دفاع عن النفس فأنا جاي علي معتدي شخص بلد جاي علي تعتدي اعتداء هذا البلد علي كافي أنه يعطيني مبرر أنه ما سوف أتخذ من قرار أني أشترك في هذا الحرب قرار مبرر وعلى فكرة الاعتداء ده مش بس ممكن يكون اعتداء عسكري يعني يعني لو بلد بتقطع عنك الميا لو بلد عندها الإمكانية أنها تعطشك وتجوعك كويس دي حاجة تانية يبقى الدفاع عن النفس ضد معتدي غاشم وأعتقد إحنا في مصر المسيحيين والمسلمين كانوا معا إخوة معا في الحرب الحروب اللي دخلتها مصر وبالأخص حرب التحرير حرب تلاتة وسبعين فدي اشترك فيها الاثنين لأنه كان فيه معتدي واحد واخد أرضك فكان الجيش اللي فيه المواطنين الصالحين قاموا بهذا العمل حاجة تانية مش بس إنه ممكن يكون فيه معتدي جاي عليك لكن هناك جارة ليك بتخطط لك ما هو أسوأ تعرف إنه الجار اللي جنبك بيعد العدة وبيجهز الأسلحة وبيحط المدافع نحوك وبيحط الطيرات مجهزة نحو أرضك وبيحط الدبابات مجهزة وبيعد لك العدة إنت ممكن ممكن قبل ما هو يجيلك إنت تروح له يبقى هنا بتتحول الحرب إلى دفاع نفس يعني مثلا من ضمن الحاجات المصرية القديمة الجميلة إنه كان فيه هذه المقولة إنه إذا انقطع النيل عن السيران إلى قد مصر يرسل فرعون جيشه يحضر النيل يرجعه إلى مصر فيعني نحن لسنا دعاة حرب أبدا لكن هل لو مصر اتخذت موقف ضد أثيوبيا في ما تصنع أثيوبيا من يؤثر على فيضان النيل وعلى المية للمصريين والسودانيين ده سؤال بترحه إحنا كلنا لازم نترحه هل هنا تكون حرب مصر مبررة أم غير مبررة ويس فده مهم جدا على فكرة فيه حروب كتيرة ممكن البلد تبررها لكنها تطلع فاشينك يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا عليه كتير جدا فيه أمريكا هنا حرب حرب أمريكا مع العراء ويس اللي هي سنة 2003 وفكرة الأسلحة الكيموية وغير الأسعاب وكانتش لا أسلحة كيموية ولا حاجة النهاردة العساكر اللي اشتركوا العساكر الجنود الأمريكان اللي اشتركوا في هذه الحرب يعني يعني في منهم كتير بيوبخ الحكومة لأنها دحكت عليهم في منهم كتير حسوا إنه إحنا رحنا إلى حرب ما كانش ينبغي إن إحنا نروح فيها كويس فلكن لكن لازم تكون الأسباب مقنعة وأسباب بره مفهاش تزوير كويس حاجة الثالثة حرب غير استعمارية حرب المبررة لا يمكن أبدا أن تكون استعمارية كل الحروب الاستعمارية كانت حروب بدافع امتلاك الإنسان لما يمتلكوا الآخرين بدافع الطمع والجشع كويس الطمع والجشع من أول تاريخ الإنسان كل الحروب الاستعمارية هي حروب كانت بدافع الجشع بابل مديو فارس اليونان مملكة الرومانية الغزوات الغزو الإسلامي الترك الإنجليز الفرنش العثمانيين كل دو كانت بحسب أفكارهم هي امتلاك ما لا يمتلكون فهذه الحروب لم تكن مبررة أبدا ولو المسيحي لو المسيحي عنده الاختيار إنه في هذه البلاد إنه يختار هيختار إنه لا يدخل هذه الحرب الحرب الحل الأخير إنه الحرب تكون مبررة إذا كان الحرب هو الحل الأخير بعد استنفاذ كل الوسائل الدبلوماسية للسلام الحرب ليست أبدا الاختيار الأول حرب دايما لابد في فكر المسيحي تكون أنا أتكلم عن المسيحي كجندي في جيش أو كقائد جيش أو كزعيم بلد أو كرئيس جمهورية أو كقائد في البرلمان الحرب دايما تكون هي الاختيار الأخير وليس الاختيار الأول يكون القصد والهدف منها تأمين العدالة أو علاج الظلم أو الدفاع عن حقوق الإنسان كويس إيه بقى المسار حكلمنا عن الأسباب ودي مهمة جدا أي مسيحي هيشترك في حرب لازم يسأل عن إحنا ليه راح ين الحرب دي وضميره مع كلمة الله يقوده إلى إن كان يعضد هذا الأمر أو لا يعضده إذا كان يمتلك يعني إنه ما يروحش أو يروح كويس لكن الحاجة الثانية هي مصار هذه الحرب في الحرب العادلة اللي بنقول عليها حرب عادلة أو مبررة هناك اتجاهين مهمين جدا اتجاهين مهمين جدا الاتجاه الأول هو الإبتعاد عن المدنيين المدنيين لهم حصانة non-compatent immunity حصانة الغير عسكريين حصانتهم يعني ما عملته حماس إنها دخلت إلى ناس غير عسكريين إلى مواطنين أبرياء وأتلت فيهم ما قتلت وأخذت منهم أسرق ما أخذت هذا هذا شر وما تفعل اليوم أيضا إسرائيل بضرب أماكن فيها ناس أبرياء هو أيضا شر ينبغي أن كل حقيقة ويس ملهاش علاقة بمين اللي باد وعبد عمل اللي لها علاقة بالطريقة اللي أنت بتعالج بها القضية المدنيين مبتعدين عن هذه الحروب ويس يعني لو حماس راحت وقتلت من جيش الإسرائيلي مفيش مشكلة ولو الجيش الأسرائيلي قتل حماس مفيش مشكلة لكن الطعم الكبرى أنه الاتنين الضحية كانوا ناس أبرياء حاجة الثانية والمهمة اللي هي بسموها الاستخدام المحدود للقوة بمعنى عدم استخدام القوة المفرطة حماس استخدمت القوة المفرطة مع ناس أبرياء استخدمت القوة المفرطة في ناس اتخرمت من كتر طلعات كويس استخدمت القوة المفرطة وإسرائيل بتستخدم القوة المفرطة مع حماس لابد أن يتناسب العنف الموجه للعدو يتناسب مع أو أقل من العنف الذي نقصد أن نعالجه على فكرة دي مبادئ حتى في معاهدات جنيف وخدوها على فكرة من الفكر المسيحي قانون الدولي أخذ هذا كفكر مسيحي حطه أنه الأبرياء ملهمش أي زند المدنيين ملهمش علاقة بالحرب ومفروض أن احنا نبتعد عن الأماكن فيها المدنيين هي الطامة الكبرى طبعا بتاعة غزة أنه حماس بتحتمي في المدنيين واخد المدنيين كدروع بشرية هي دي الطامة الكبرى وعشان كده يعني فيه إصابات كثيرة أنا لا أبرر على فكرة أنا بقول ما تفعله حماس زي ما أيضا أدين ما يفعله إسرائيل لكن على الأقل على الأقل ما تفعله حماس بأنها تتخذ المدنيين كدروع بشرية أشر من الشر نفسه أشر من الشر نفسه أنها تحتمي في الأماكن اللي فيها الناس المدنيين سواء جوامع أو عمارات سكنية أو مستشفيات أو إلى آخر ودي دي الطامة الكبرى اللي بنشوفها النهاردة في هذه الحرب ما هو ياريت جيش أقصاد جيش وياريت مئة ألف أقصاد مئة ألف لكن مشكلة كبيرة هو المدنيين والأطفال والنساء نهاية الحرب ينبغي أن تنتهي الحرب بالنصرة إذا كانت حرب عادلة إذا كانت حرب عادلة يبقى لازم تنتهي بالنصرة وإلا هتكون حرب بالنسبة لك أنت ضمار ليك وخراب على شعبك ينبغي أن تنتهي بالنصرة لأن الخسارة لها تبعيات مريرة وعش كده ينبغي أنه قبل ما أدخل الحرب أن أنا أحسب حساب النفق فيش واحد يدخل حرب وهو إلا إذا كان غبي في اللفظ الغبي يدخل حرب ومش حاسب حساب النفق هل يوجد سنة كتابة للحرب العادلة؟ أقول بعض الأمثلة حرب إبراهيم لتحرير لوط نعرف أنه خمس ملوك جم واتفقوا مع بعض ونزلوا وخدوا لوط وخدوا أملاكه وخدوا عائلته وسبوهم جدا سبوهم يعني أزي مش سبوهم لا خدوهم سبايا يعني كويس؟ لما خدوهم سبايا إبراهيم عارف إبراهيم كرجل الله عمل إيه؟ إبراهيم جمع غلمانه اللي هم يعرفوا حربه وخدهم وراح وحرر لوط ورجعوا مع إيه؟ مع أملاكه كانت حرب عادلة ما راحش عشان ينتقم من الملوك الخامسة دي حاجة العهد الجديد بيؤكد أن الله أقام السلطة الحاكمة ومنحها مسئولية أن تعاقب الشر وتكافئ الخير السلطة الجوفرمنت بتاعنا على فكرة ما فيش بلد تقدر تعيش من غير حكومة وما فيش بلد تقدر تعيش من غير جيش وشرطة لأنه الشر فيها والأتل والجريمة هتبقى أضعاف وأضعاف يعني يعني إحنا عايشون في أمريكا هنا بقلنا ثلاث سنين وفكرة أنه أنه تقليل عدد الشرطة وعدم تعديد الشرطة كان صوت عالي جدا وناتجته عدد كبير جدا من رجال الشرطة ترك حتى الخدمة في الشرطة الجريمة ازدادت والأتل ازداد والنهب ازداد كويس فما فيش بلد تقدر تعيش من غير السلطة لأن السلطة مقامة لكي ما تعاقب الخاطي وتكافئ فاعل الخير لكن بحسب دورنا كمواطنين صالحين رجل شرطة أو أنا في الجيش فنحن أدوات الله لمعاقبة فاعلي الشر رجل الشرطة المسيحي اللي في الجيش أو غير المسيحي هو أداة الله اللي بيستخدمها ربنا لكي ما يعاقب الشر صحيح صحيح الرب قال للنقبة أنا أجازي صحيح الرب هو الذي يغضب ومن حقه أنه يغضب على شر الإنسان ولكن إحدى طرق الله التي بها يأتي بالدينونة يأتي بالدينونة على فاعل الشر هي سلطة الدولة سلطة الدولة القانون كويس عشان كده زي ما قلت لحضراتكم هذا التصور الشامل يساعدنا يساعدنا على فهم أنه أوكي النهاردة أكون رأي عن أي حرب أكون رأي مسيحي أقتنع به عن أي حدث يحدث من حوله هل 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 ما تقوم به أو يقوم به شعب الفلسطيني مشروع أيوة مشروع إذا كان بيحارب جيش هل ما يقوم به إسرائيل كرد فعل دفاع عن النفس مشروع أيوة مشروع لأن كل واحد يريد أن يحيا لكن لكن ما يفعلوا الاتنين من أزية للمدنيين غير مشروع غير مشروع هل لو لو بلد بتدافع عن عن أرضها عن حدودها هل ده مشروع هل لو بلد بتدافع عن شر بيخطط لها هل ده مشروع قادر أكون تصور وهذا التصور يساعدني كمسيح إن أنا أعيش كمواطن صالح في البلد اللي أنا أعيش فيها الكتاب يقول لنا توبة لصانع السلام ده المقياس بتاعنا هنكمل مع بعض في حلقات أخرى لكن إلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر